السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزيكم وعملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة جايلكم في الحلقة التلات عشر من تأسيس انجلش من تحت السفر وعمي السامر ما تنسوش اللايك وكل الناس بتحبيني تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اي فيديو وصل لهم وكمان اللايك عشان بتخلي الفيديو بتساعد انه يوصل اكبر عدد من المتابعين وما تنسوش تبتابعونا في اللايفات اللي بنفتحها على صفحة الفيسبوك تأسيس من تحت السفر النهاردة في الحلقة التلات عشر هنبدأ كالعادة بالفونيكس طبعا احنا كده كنا مخلصين لحد الحلقة الاثناشر ان احنا مخلصين الوردس الكلمات بدعنا في دخول الكلمات خلصنا كل الاصوات من الاي للزي خلصنا كمان دمج صوتين فتح ونهاردة هناخد دمج صوتين بحرف الاي خلصنا اسئلة اساسية خمس اسئلة ما بلدك؟ ما بلدك؟ الخمس اسئلة دول خدناهم في الحلقات اللي فاتت اللي فايتوا اي حلقة لازم يتفرج على سلسلة كاملة عشان ابنه يبقى منتظم معنا ومستوى يتحسن ويكون كده وسل لمستوى رابع معنا في تأسيس اللغة الانجليزية فاللي فايتوا اي حلقة لازم يرجع ويتابعها من الاول كلها موجودة في القناة تمام؟ النهاردة يلا ندخل على اول جزء من حلقتنا احنا عارفين ان دايما الكورس بتاعنا او الحلقة بتبقى شاملة كل المجتملات الكورس الشامل من فونكس من جرامر لكونفرسيشن سؤال جديد لجرامر جديد لفونكس جديد لأسئلة جديدة فيلا نشوفيك جديد في جديد بتاعي النهاردة النهاردة ناخد صوت الاي قلنا الاي يا حبيبي الاي لما قلتها في الاصوات الاساسية الاي مش بتسمع الاي ما بتسمعش بتقول لنا ايه 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 يلا ندمك بها صوتين النهاردة اول سؤال لازم بتدي سؤال الفونكس بالشكل اللي انا عمليك جميل ده ان انت بتخليه مرة يكون هو المقطع الصوتي مرة بيقراه بس وخلاص مرة بيبتدي يسمع يعني بعود ودنه ان هو يسمع لغة انجليزية وده سؤال عبقري هيخلي ابنك فيما بعد يحللك مشكلة ايه حفظ الكلمات اللي كلنا بنعاني منها ان هو اللي بينطقه يسمعه واللي بيسمعه يكتبه يلا بينا مع بعض اول حاجة يلا الجزء الاولاني هو يكون مقطع صوتي انا كتبة العدد ده انت شايفة ان قدرات ابنك محتاجة اكتر اكتبينه ان شاء الله اضعاف الاسئلة دي مرة كمان لحد ما يستجيب لها ويشتغل بايده اول حاجة يكون المقطع كده الاس والاي مع بعض الاي بتخلي الحرف اللي قبلها ما بيسمعش عشان هي مش بتخليه تقول س لانها بتقول اه اه طيب وبكلمه كده انجليش معايا ال و اي له بعد كده اتحاولي تكلمي معا انجليش زي ما انا هعمل كده بقوله ك بلاس اي يعني ك زائد الاي بتعمل الصوت يلا هو هتلاقي عملك الصوت كده وقال لك ك احنا دلوقتي الحلقة التلاتاشر يعني اعتبر في مستوى تالت بالنسبة للغة الانجليزية او مستوى رابع كمان فياريت 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 نبتدي بقى اندخل انجليش كتير في كلامنا انت كامك كمان اتعلمي شوف انا بقوله وقوله مع ابنك دي بلاس اي ميجزي ساوند هيقولك ده ار بلاس اي ميجزي ساوند ره بي بلاس اي ميجزي ساوند به ال بلاس اي ميجزي ساوند له ان بلاس اي ميجزي ساوند نه تي بلاس اي ميجزي ساوند ته تنسوش متابعتنا على قناة كريزي انجليش وفي صفحة تأسيس من تحت السفر مع ميز سمر هتستفادوا جدا بالشرح ده يبقى زي ما احنا كده يلا نقولها مع بعض اقوم ايلاله ايه يلا نعيدهم تاني كده اقول لي برافو 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 كه عسل فيه جود بوي ده اكسلان ره برافو لازم العامل النفسي العامل النفسي والتشجيل هتخليه قول هيه ويكمل معاك برافو 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 نه ته برافو برافو زي ما احنا شايفين كده هو الاول كون المقطع الصوتي بعد كده بتديلي سؤال ريد طب ما هو يميز سمر ارى هنا يا حبيبة قلبي انا هنا بعغالي يعمل المقطع بايده هنا عايزة اضربه لو انت شفت المقطع نفسه قدامك عشان بعد كده لما تشوف كلمة تقراها لوحدك فهمتو فايدتها بقوله يلا دي بقى جهزة قدامك دي اسمها ايه هيقول الس برافو 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 يا قلبي ها ودي اسمها ايه ره برافو يا مسكر ودي اسمها ايه به برافو يا روحي ودي اسمها ايه ده بعد كده بتديك كلمة انجليش what is this le what about this فيه او ممكن لو كلمة دي تقيل عليك يقوله ريد يعني اقرأ ريد نه المهم يكلمي انجليش واستفاد بحاجة من كلامك في الانجليش معي ريد اقرأ كه ريد اقرأ زه زي ما انتو شايفين كده عودت ان هو يقطع من المقطع الصوتي وكمان يبقى قدامه ويقرأه السؤال اللي انا بعشقه اسمه listen and write وبينلاقيه في الاماكن اللي بتدي courses زي ما انا برضو في السيستم ده انا بحب اعمله ان الطالب يسمع بيبقى لابس سماعات في ودنه ده صح جدا عشان يبتدي يسمع يسمعه افلام او songs اغاني ويبتدي ترجمها عشان يعود ودنه على سماع نطق سليم للانجليش عاوز تتعلم انجليش صح تتكلم كتير واسمع كتير فبالتالي اسمه listen and write يلا ابتدي بقى انا اللي انتقلوا المقطع وهو اللي يكتبه اقوله يلا حبيبي كده اكتب مه هو يتلاقيه بيعمل كده مه مه عدي هالو مه مه كده يا مامي برافو وجون 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 برافو كه كه برافو اول ما تلاقيه كتب كده صح على طول علمي فرحيه بالنقطة دي قوي يلا اكتب ره 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 كده يا مامي برافو اكتب يلا الس س كده يا مامي برافو ده ده ولازم يستنك لما تنطقي ما يكتبش من دماغه انا ما استفدتش بالسؤال انا عايزيها يسمع ويكتب يلا ته 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 برافو نه برافو برافو ب ب برافو كتب لك الب واذا كده علمتوا يكون مقطع صوتي علمتوا يقراه وكمان علمتوا اللي يسمعوا يكتبوا يلا جزء تاني من الحلقة الوا هو الجرامر يا ترى ايه الجرامر اللي هتدهونا نهار دي تيتشار سامر هناخد اول نوع أو فرس طايب من الجامع البلورال جامع يعني بلورال جامع يعني بلورال وده سهل جدا ان انا بجمع باضافة حرف الاس يعني شنطة واحدة باج جامعها ها باجز باجز زودت لها اس اوكي جامع بوك كتاب عايز اقول كتب تبقى بوكس بزود لها اس برافو بقيتب بانسل بعلمه كده بقولك تبك كلمة زي ما هي وزود لها اس الجامع وتديره تدريبات طبعا كتير عليها وخلي بالك عشان فيه طلبة اسكية بيحبوا يعملولي كده يبقى لها كده جامعة لا قولوا له بعد اذنك انقل الكلمة تاني وزود لها حرف الاس سؤال جديد طبعا لان انا بعشل اسئلة الكونفرسيش ان انا اتكلم مع الطالب وما تنسوش الاسئلة اللي خدناها ترجعوا للحلقات القديمة ما فاصلك عايز اسأل الطالب هو فاصل ايه برضو بيجاوب زي ما انا خلاص عارفها بقى في ثانية ما يقولك انا اي واكون الام وفيه يعني ان ويكتب اسم الكلاس بتاعه سواء او على حسب بقى الكلاس بتاعه ايه يبقى وتديه له بقى التدريبات يلا نشوف التدريبات بتاعتنا اول نوع من انواع هنديله على السؤال اللي خده النهاردة اهو اي اي ام اي ام اي ام اي ام او اللي بياخده بيشتب عليه زي ما احنا متعودين ودي اينا يا خده وكلمة كلاس يا تيتشرا خده او باكتب الكلاس بتاعي اوكي اي ام اي ام كلاس برافو يلا رتب التانية واخدها قبل كده أنا من مصر ايام هو تلاقيه برضو حل بنفس السرعة اللي أنا بحلي بها لأنه خلاش شيري بالأسئلة من كتر الحلقات اللي بيسمعها مع تيتشار سامر ايام فروم ايجيبت أنا من مصر بعد كده حبيت أتدربه على سؤال الترانسليشن الترجمة اللي أنا بموت فيه لأنه بيشغل دماغي الطالب وخليه انا اسمي كريم هقولي أنا اي واكون ايام خلاص مش هيقولك اي كريم على طول وعرف ايام كريم برافو يا روحي هو هي ويكون از واحمد وبرافو جدا وكده خدنا أسئلة جديدة وتدريبات جديدة وفونيكس جديد في الحلقة الثلاثة واشتراك للقناة وتفعيل زل الجرس وياريت نعمل ياريت 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 مشاركات للفيديوز اللي أنا بنزلها على صفحاتنا الشخصية تانكيو and جود باي